اهلا وسهلا بكم من جديد رح نتحدث مع راند الديسي اخصائية التغذية عن زيت الخروع وفوائد هذا الزيت الكثير اهلا وسهلا راند صباح الخير صباح الخير هيتم كيفك؟ تمام الحمد لله انا عم بطلع على الفوائد زيت الخروع اكتشفت انه كتير مظلوم صراحة يعني هو بس اسمه شوي بشع بس فوائده يعني صراحة وفوائده كثير عديدة نخاف منه من احنا صغار لانه يعني بزيت خروع اسمه هيك بس وفعليا يعني اش كتير مهم شكله صحيح اليوم رح نحكي عن فوائده الغذائية وخاصة للاشخاص اللي عندها مشاكل بالجلدية كيف ممكن يساعدهم استخدام زيت الخروع وبنفس الوقت كيف انا عن جد بقدر استخدمه وشو الاعراض واليعني الداونسايدز او انه انا استخدم زيت الخروع ومين الاشخاص اللي عن جد ممكن ينضروا تمام مي بجوز ننفرق يعني او بجوز استخدامين لهو استخدام التناول الزيت والفوائد الموجودة داخل الزيت نفسه عنده تناوله يعني مثلا اول لما ناخده مع الاطعمين مع الاشربة مع العصائر بشكل عام والاستخداماته الخارجية مظبوط حلق بشكل عام زيت الخروع عادة مشتهر بانه هو بساعد على تليين المعدة وخاصة للاشخاص عندهم مشاكل في الامساك الدائم والامساك الشديد نعم بشكل عام الزيت هذا بيحتوي على مادة تعتبر انزيم سام لجسم الانسان يعتبر يسمى الريسن هذا الانزيم يبطل مفعوله لما بيتعرض هذا الزيت لدرجات حرارة كتير عالية عشان هيك دائما يفضل لما انا بتي اخد زيت خروع من ناحية علاجية عم باخده عن طريق الفم يفضل انه انا اشتري من الصيدلية لانه بيكون معالج بالطريقة الصحيحة اللي مش ممكن انها تكون ضارة على جسم الانسان بعكس اللي انا عم بشتريهم من محلات العطارة او من محلات السوبر ماركت هدول عادة استخدامهم بيكون اكثر خارجي من ما هو استخدام بالفم والى داخل الفم حيلو حيلو لحتى نبلش ونعدد فوائد الغذائية اولا للاشخاص اللي عندهم مشاكل في زيادة الامساك هدول الاشخاص عادة احنا بنلاقي بديل لحتى انلين المعدة ونزيد من الحركة الدودية الموجودة عندي بالامعاء وبالمعدة واللي هي البرستالتك موفمنت في بعض من الاشخاص اما عندهم خمول في الامعاء في بعض من الاشخاص اغذية معينة بتأدي الى ظهور مشاكل في المعدة والقلون في بعض من الاشخاص عندهم امساك بسبب تغيرات التقس او تغيرات النظام الغذائي اللي هنا بيلجأوا له في الوضع التمبراري او بالوضع المؤقت مش غلط اني انا الجأ لزيت الخروع لحتى ازيد من الحركة الدودية اللي عندي موجودة بالامعاء لانه هو عن جد بساعد وبتثبت الدراسات انه خاصة كبار السن ما بعد عمر السبعين سنة اللي ببلشوا يظهر عندهم مشاكل بصعوبة الاخراج ومرات فيه اوجاع بالاخراج وممكن تأدي الى ظهور اين الفيشرز او مشاكل مختلفة في هاي الحالات ممكن اني انا استخدم زيت الخروع طبعا بكميات قليلة جدا تحت استشارة الطبيب بلجأ للائحة اللي بتكون موجودة على العبو اللي انا بشتريها من الصيدلية لحتى اعرف كم هي الكمية المسموحة واذا نحن عم نلجأ لهذا العلاج فهو بده يكون علاج مؤقت مش علاج دائم دائما انا بحكي هيثم بمشاكل الامساك ومشاكل صعوبة الاخراج انا بدي اعرف واحدد شو المسبب لما انا اعرف شو المسبب لهاي المشكلة لازم اعالج المسبب مش اضلني انا اداوي جسمي بشكل يومي نعم او اصفف في الاعراض بالضبط بالضبط لازم يكون العلاج دائم فاذا استخدامنا لزيت الخروع على مشاكل الامساك يعتبر جيد ولكن بشكل مؤقت اعتمادنا دائم عليه للأسف بيأدي الى اولا سوء امتصاص لانه انا دائما عندي مشاكل بزيادة الاخراج والليون الزائد اللي عندي بالمعدة هذا الاشي بيأدي الى سوء بالامتصاص بيأدي الى ديهايدريشن او جفاف الجسم لانه انا عم باختر سوائل بنسبب كتير كبيره لانه لاكساتف افكت اوكي فهو ملين زيادة عن اللزوم وفي بعض الحالات ممكن يأدي الى مشاكل في الاستفراغ واللعية الدائمة ميبين وهو حل موضعي مؤقت لازم انا اعالج المشكلة ومش الجأ له على شكل يومي نعم رند بما انه يعني كمان هو ممكن يكون يعني داخل في نظامنا الغذائي ايضا يعني خلينا نحكي عن الفوائد الغذائية فيه يعني شفت فيه فيتامين اي اوميجا شكس وهو مضاد اكسادة كمان معك حق 100% من اهم هاي الفوائد الغذائية هو وجود المضادات الاكسادة اللي هي عنجت بتساعد على التخلص من الجذور الحرة اللي بتظهر عندي بالجسم بسبب العمليات الكيميائية اللي بتحصل بالجسم بشكل يومي وبشكل طبيعي فانا كل ما باخد مضادات اكسادة اكتر كل ما بتخلص من الفري راديكلز او الجذور الحرة هاي الجذور الحرة اللي زيك انا هي بتاكل الخلايا الصحية فانا كل ما باخد مضادات اكسادة اكتر كل ما بستفيد اكتر طبعا الفيتامين اي هو موجود بنسب عالية جدا بزيت الخروع وبكل الزيوت النباتية بشكل عام ولما بنحكي عن الاميجا 6 دائما انا بذكر هيثم انه نحنا ننتبه على نسب الاميجا 6 للاميجا 3 لانه غذائنا بالشرق الاوسط مليء بالاميجا 6 ولكن يفتقر الاميجا 3 ويفضل اخذ الاسماك على شكل مرتين بالاسبوع او اللجوء لحبة واحدة من الاميجا 3 على شكل يومي نعم يعني انت بتفضي يعني رندكا زيت الخروع ان يكون هو استخداماته علاجية اكتر خارجية اكتر مش من ضمن النظام الكتائي تبعا انه احنا ما منتناول زيت الخروع بشكل ريجلر او بشكل دوري ولكن نستخدمه عند الحاجة صحيح صحيح دائما انا بفضل استخدامات الخارجية اكتر ولكن بس في حالات وجود مشاكل في الاخراج الدائم ممكن انه نحنا نلجأ له لحل مؤقت حلو دانيا بساعد زيت الخروع بشكل كتير كبير هيثم للاشخاص اللي عندهم مشاكل في جفاف الجسم وبالاخص الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلا نحنا بنعرف انه مشاكل الكلا بتأدي الى ارتفاع بنسب البوتاس وبنسب الفوسفور بنسب الجسم بنسب عالية وهذا الشيء بيأدي الى حكة دائمة عندي بالجلد وجفاف دائم بالجلد لحتى نعالج هاي المشاكل يفضل اعطاء الجسم انواع من الزيوت اللي قابل لامتصاصها بشكل سريع لانه زيت الخروع يعتبر monounsaturated fatty acids او دهون غير مشبعة احادية هاي الدهون الغير مشبعة الاحادية امتصاصها بالجسم يعتبر سهل جدا فقدرة الجسم على امتصاص هاي الزيوت بتكون سريعة وبنفس الوقت الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الحكة مشاكل بالجلد يعتبر مفيد جدا لالهم اذا استخدموه على شكل مرتب لانه بيساعد على الامتصاص وخاصة انه هو دهون والجسم بينتصه بشكل اسرع فلالاشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلا وعم بيعملوا غسيل كلا على شكل دوري هدول الاشخاص بيستفيدوا كتير من زيت الخروع لحتى نخفف من مشاكل الحكة اللي ممكن تظهر بسبب زيادة المعادن بالجسم نعم 100% بالاستخدمات الخارجية كمان رند يبدو انه فيه له استخدام واضح بالشعر اه طبعا جفاف الشعر وكل هاي الاشياء صحيح للاشخاص خاصة اللي عندهم مشاكل بالقشرة يعتبر زيت الخروع مفيد جدا لانه هو كمان عمل الترطيب هو الاساس فهو بيساعد على ترطيب فروة الشعر فلما انا برطب فروة الشعر بخفف من ظهور القشرة اللي هي بس من جفاف الفروة ممكن تظهر فهدول الاشخاص بيستفيدوا بشكل كتير كبير من ترطيب الفروة لحتى يخلصوا من مشاكل الشعر نعم نحن كنا نخاف منه احنا صغار عشان طعمته فبتذكر كانوا يستخدموا كتيرنا ونحن صغار يعني على الاغلب استخدامات الطب البديل والاشياء الشعبية والعشاب كل هاي الاشياء مستعرف انا محب هاي الاشياء كانت على ايامنا استخدامها كتير كتير كبير فكنا ننقذ من اسمه نخاف لانه مر كتير طعم فصرنا نخاف من كلمة الخروع نفسه اللي هو بجوز عائد لنبات الخروع ولكن ممكن انه ينحط مع عصير برتقال مثلا او هيك اشياء مية بالمية دائما احنا عشان ناخد هاي الزيوت هايثم بطريقة الطف طعما وعادة اللي بيجي من استقدالي على فكرة طعمه محسن كتير يفضل انه نحنا نخلطها مع اي نوع من العصائر وعادة عصير البرتقال يعتبر الافضل لانه هو لونه داكن فانا ما بقدر اشوف ايش الاشياء المخلوطة فيه فهذا الاشي يعتبر مفيد فيه شغلة اساسية نحنا لما بنحكي عن زيت الخروع هايثم نركز عليها وخاصة للاشخاص اللي عندهم مشاكل في زيادة بثور الوجه نعم مثل ما بنعرف انه بثور الوجه بتظهر بسبب البكتيريا اللي بتكون موجودة عندي بالجلد والبكتيريا الطبيعية اللي موجودة عندي باجسامنا تسمى ستافيلوكوكس ايرس هاي البكتيريا الطبيعية ولكن وجود نسب غير صحيحة من الستافيلوكوكس ايرس بيأدي الى ظهور البثور لانها تعتبر من البكتيريا الانتهازية يعني لما بتكون البيئة المحاوطة بهاي البكتيريا جيدة انها تنمو وتغذو الجسم والجلد اللي هي متعودة انها تعيش عليه ممكن توصل لدرجات انها تكون اعلى من الحد الطبيعي وتأدي الى ظهور هاي البثور استخدام زيت الخروع يعتبر رائع لهذور الأشخاص اللي عندهم بثور لأنه يعتبر مضاد للالتهاب بسبب هاي الخصائص المضادة للالتهاب بيساعد على التخلص من البكتيريا الضارة للجلد أولا زائد بيعدل نسب البكتيريا الطبيعية الموجودة عندي بالجلد وبيقلل من زيادة نمو أو أفراط نمو البكتيريا الموجودة عندي بالجلد بالنسبة لبثور الجلد تناول ولا على البشرة؟ بنحطه دائما إيتوبيكل يعني أنا بحطه على المناطق اللي عندي فيها مشاكل وبقدر إني أشوف التحسن بعد بفترة فيه ثلاث أشخاص يفضل ابتعاد عن استخدامهم لزيت الخروع أولا المرأة الحامل لأنه عادة بيلين المعدة وبأدي إلى زيادة فرص الإنجاب فعادة بآخر التاسع ممكن أنه تاخده المرأة الحامل ولكن مع استشارة الطبيب كمان الأشخاص اللي عندهم مشاكل في زيادة وجود الإسهال أو المشاكل اللي بتكون موجودة عندي بالأمعاء يفضل الابتعاد عنه وتالتا الأشخاص اللي ممكن يكون عندهم حساسية منه يفضل دائما أنا بجربه على الجلد إذا صار عندي ردة فعل على منطقة صغيرة من الجلد يفضل الامتناع وعدم استخدامه نعم بالنسبة للأمراض الأخرى رند مثلا ارتفاع ضغط الدم أو الأمراض السكري مثلا الأمراض اللي لها علاقة بالمناعة مثلا هل فيه أي تحديدات يعني ذكرتي الحوامل والمرضعات أيضا والأشخاص اللي ممكن يكون عندهم حساسية حساسيات بالضبط بس لا المشاكل اللي بتتعلق بالقلب السكري مش كتير بتفوت باستخدامنا لهاي الزيوت عادي ممكن أننا نستخدمها ولكن دائما أنا هيثم بركز على استشارة الطبيب لأنه كل جسم مختلف عن الثاني وكل حالة مختلفة عن الثانية فما بقدر أني أنا أعمم وأحكي كل الأشخاص تستخدموا إذا لدينا هذه المشاكل الأمراض المزمنة فأكيد نحن نراجع مع الطبيب فاستشارة الطبيب تعتبر أساسية حلو كتير شكرا جزيلا رند شكرا إلا يعطيك العافية شكرا